خير المغضوب عليهم ولا الضالين عليه الذكر أنك المجنون أو ما تأثير بملائكة كل من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو نحافظون ونقد رسلنا من قبرك في شيع الأولين واته من رسول الله كرم يستاجعون كذلك نسلقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلق سنة الأولين ولو ختحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه على رجولنا قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم سحور ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من سرق السمع فاتعم شهاب مبين والأرض مددناها وانقينا فيها رواسي واتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن نسلم له برازخين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر ماله وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء من قسقنا كنه وما أندونه بغازنين وإننا لنحن نحي ونميد ونحن الوارثون ولقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربهم واشرهم إنهم حكيم أعلم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حميم مسل والجن خلقناه من قول من نار سمون والجن خلقناه من قول من نار سمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق مشرا من صلصال من حميم مسل فإذا سويته هنا فاختفه من روحي فقعونهم ساجرين فسجل الملائكة كلهم مجمعون إلا إبريز ما يكون مع ساجرين قال يدي سؤالك لا تكون مع ساجرين قال لم أكن لأسجود لبشر خلقته من صلصال من حميم مسل قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة وإن عليك لعنة إلى يوم الدين قال ربي فانظني إلى يوم بعث قال فإنك من المظهرين إلى يوم المعظم قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في جنات بعيون أدخلوها بسلام آمين ونزعن ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أنمينا الغفور رحمه والعذاب هو العذاب الألم ونبئهم عن ضيف إبراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلام وقال إن منكم وجرون قالوا لا توجل إنه بشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أما استني الكبر فبما تبشرون قال بشرناك من الحق فلا تكون من القانطين قال ومن يخلط من رحمة ربه إلا الضال قال فما خطب أيها المرسلون قالوا إنه رسلنا إلى قوم وجم إلا آل المط إنا لم نجوه مجمعين إلا امرأتهم قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء للوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئنك بما كانوا فيه يمترون واتينك بالحق وإننا لصادقون فأسر بأهلك لقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منه ما حدوم ومدوحات تمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ذابر هؤلاء مطلع مصبحين وجاء أهم المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون وتقوم ولا تخزون قالوا أولا من أنهك عن العالمين قال ها أولي بناديهم كنت فاعلين لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون فأخذتهم صيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وانطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل الموقفين في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنه مال بإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها موردين وكانوا أنحطون من الجبال بمتنابنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات ونرضوا ما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتهم من فاصلح صفحان جميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تمهدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم وافجنا حق للمؤمنين وقل إني أنا النذيب المبين كما أنزلنا على المبتسمين الذين جعلوا القرآن عيضين فاربك لنسأل أنهم أجمعين عما كان يعملون فاصدع ذنها تعمر وأعرض عن المشيكين إنك فينة المسلازين الذين يجعلون مع الله لهنا خلف صف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من استاجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجدوهم سبحانه وتعالى عما يشيكون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أن فتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشيكون خلق الإنسان من نطقة فإذا هم خصيم مبين والأمرام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل واتقالكم من بلد لم تكن بالغه إلا بشق أنفس إن ربك الرؤون في الرحيم والخير والبغال والحميل وتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصر السبيل ومنها جائر ولو شاء لها ذاكم أجمعين هو الذي أنزل في السماء ما ألكم منه شراب ومنه شدر ومن فيه تسيمون ينبث لكم به الزرع والزيتون والنخيل ونعلى ونعنقوا من كل السمرات إن في ذلك لآيات للقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وسخرات بأمره إن في ذلك لآيات للقوم يقلون وما ذرأ لكم في الأرض وخلفاً ألوانه إن في ذلك لآيات للقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حذيةً تلبسونها وترنفوا كمواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون وعلاماتهم من أجمهم يهتدون أفمن يخلقك من لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصرها إن الله غفور رحيم والله يعلم ما تشرون وترنون والذين دون من ذو الله لا يخلقون شيء وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرقون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتي يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كون فيكون والذين هاجوا في الله من بعد ما ظلموا لنضي أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله هل تتخذوا إلهين إذنين إنما هو إله واحد فإيا فارهبون ولهما في السماوات وردونه الدين واصبا أفغير الله تتكون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم وضروا فإليه تجأرون ثم إذا كشفت ضرعا منكم إذا فريقوا منكم لربهم يشكون ليكفروا بما تعناهم فتمتعون فسوف تعلمون ويجعلوا أنهما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تفعلون عن ما كنتوا تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظن وجهه نصودا وهو كظيم في يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخر ما تنوصوا ولله برثل أعلى وهو العزيز الحكيم وليوأخذ الله الناس بظلمه ما ترك عليها من دابة ولكن يوأخذه من أجل مسمى فإذا أجلهم لا يستاخنون ساعة ولا يستخدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصفوا لسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ألا أجرم أن لهم النار وأنهم مفردونة الله لقد أسلنا إلى أمم من قبلك فزينهم شيطان عملهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبينهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة النقوم يؤمنون هو الله أنزل من السماء ما أنفحي به نارض بعد موتها إن في ذلك لآيات النقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منهم سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات النقوم يتفكرون وحربوا إلى الناحل أن يتخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجير وما يعرشون ويقلوا من كل ثمرات فاسلقوا من رب الرب Punk يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانهم فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات النقوم يتفكرون إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا أَتْلِقُمْ يَتَفَكَرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَيَتَفَكُمْ وَيَتَفَكُمْ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى الْأَرْضَ لِلْأَمُورِ إِلْكَ لَا يَعْنَوْا بَعْلِ عِلْمٍ شَيْءٍ فِي إِلَّا اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ فِي الر أَفَبِالْبَاقِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْمُدُونَ لِمْدُونَ اللَّهِ مَا لَيَمْلُكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءًا وَلَا يَسْطِعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ نَمْثَالٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا أَنتُنَا تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكى لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستمي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله قريب السماوات والأرض ومأمر الساعة إلا كلمحي بصوره أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخذكم من بطول ما هادكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولم صار ولم فتة لعلكم تشكرون لم يروا إلى الطير مسخرات في جوء السماء ما يمسكرون إلا الله إن في ذلك نآيات لقوم يبينون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الألعاب بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتى عن الاحين هو الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكلانا وجعل لكم سرابين تقيكم حر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرون أكثرهم وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمتهم شهيدا ثم لا يذروا للذين كفروا ولهم استعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولهم ينظرون وإذا رأى الذين شكوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم وانقوا لإنكم كاذبون وانقوا من الله يوم إذن السلام وأضلنا عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جزيناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يكسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعذر والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عذكم لعلكم تذكرون وفو بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توجيدها وقرجعتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين قضت خسلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة هي أربا من أمة إنما يبدو الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تفترون ولا تسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزلن قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتوى لعهد الله ثبنا قليلا إنما عند الله هو أخر لكم من كل تعلمون ما عندكم ينخد وما عند الله باقى ولنجزي أن الذين صبروا أجرهم بعصر ما كانوا يعملون من عمل صالحا من زكري أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بعصر ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذوا من الله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتبكلون إنما سلطان هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح قدس من ربك بالحق ليثبت الذين أمنوا هدو وبشرار المسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجميه وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهدهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أقرأ وقلبه مطمئنهم بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم وضعهم من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب حياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهد القبو الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها ربدا من كل مكان فكفرت بأنهم من الله فأذاقها الله لما سنجوع والخوف بما كانوا يصدعون ونقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فخذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وازدروا نعمة الله لقدوني وتعبدون إنما حرم عليكم الميتة ودى ولحمة خيزين وما أهد لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عير فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف أنسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله كذب لا يفلحون متع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليكم من قبل وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا سوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستخيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السمد على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا به يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادمهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون